السلام عليكم وأهلا بكم في قناتنا قناة سمو برو ومتابعي قناة سمو برو فالبارحة كان هناك فيديو قدمته لكم كان بخصوص عملة مابريك بوتوكول الكثير من الأسئلة حول كيفية أشياء والكثير من الأسئلة أو حتى بعض الناس التي تجيب على أن العملة متواجدة في هذه المنصة أو في هذه المنصة سنقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة أضف إلى ذلك أننا سنقوم بمشاهدة جميع التفاصيل حول هذه العملة والتي تعتبر من بين العملات القوية والتي إن شاء الله سوف نستفيد فيها سنشاهد الفيديو بشاهدة طيبة أوكي ركز معي الآن جيدا لأنه كان هناك العديد من المغالطات من بعض الناس بحيث أنه في أشخاص تحدثوا على عملة مابريك على أنها يمكن أن تتداول عليها من خلال منصة الميكسي أو حتى من خلال أي منصة من المنصات أو حتى أنه يمكن شراء دياله عن طريق البانكيكس واب فيا أخي عملة مابر لو ذهبت يعني لبحثت على رمز مابر ستجد هناك العديد من العملات اللي عندها رمز مابر على سبيل المثال هناك شخص أمس اللي احتحدث وقال على أن عملة مابر متواجدة على الميكسي والسعر دياله اللي لقاها هو 1.5 فيا أخي العملة هذه اللي احتحدث عنها اسمها ماسيف بروتوكول ليس مابريك بروتوكول شاهد معي التغيير يعني العقد مغاية المشروع مغاية يعني عملة هذه عملة هذا توكن وهذا توكن فلا تكون هناك مغالطات بخصوص هذا الشيء جيد إخواني فحتى لو ذهبنا إلى المابريك بروتوكول وتحدثنا عن أين يمكن الشراء درافة حتى الآن غير متاحة في أي منصة وغير متاحة للتداول في الوقت الحالي ستجد هناك الكثير من الصفحات على تويتر والتي ستجد بها احتراف في عملية النصب بحيث أنك ستجد هناك متواجد كونتراكت لعملة وهذه العملة فقط تقوم بشرائها ولن تستطيع بيعها فتسمى يعني هذه العملة ستجد يعني اسمها مافريك بروتوكول ستجد الصفحة اسمها مافريك بروتوكول ستجد يعني حتى جميع الأشياء التي تشير إلى أن هذه العملة هي نفسها عملة وحتى أنها تقوم بتضمين تغريدات الباينانس التي تتحدث فيها عن مافريك بروتوكول فأضع لك جميع الروابط الرئيسية التي ستحتاجها وهذا هو الاسم مافريك بروتوكول وهنا ستجد الموقع الرسمي هنا الشرط التليغرام الخاص بهم هنا الكوميونيتي فأنا جميع المعلومات سأضحها لك عاليا حتى في الماركت العملة حتى الآن لم يتم إدراجها لهذا تجد على أن سعرها سفر في سفر دولار وتجد على أن فقط المتاح في الماركت سابلاي وهو جوجة المالية ديال الماركت سابلاي ويعني هذه المعلومات التي تم طرحها على الكون ماركت كاب يعني هذه كذلك هنا ستجد يعني الصفحات التي تحدثت على هذا الكوين يعني سأذهب إلى جود هنا من أجل أن نقوم باختيار سواء جود أو بيت سأجد هناك 79% من قاموا بالتصوير إلى أنها عملة جيدة فالفكرة هنا ديال هذا البروتوكول الجديد واللي يريد من خلاله أنه ينافس اليونيسواب الفيرسين تري فهنا كان بثاف ديال المشاكل اللي حصلت مع اليونيسواب وهذا الشيء هذا اللي خلى أن الماركت بوتوكول يتم دعمها من خلال منصة باينانس واللي غادي نشوفه كذلك حتى منصة باينانس اللي حتى الآن تعمل على وحد يعني يعني بحيث أنه يمكن لك أنك تقوم بسحب أو أخذ بعض التوكنز من هذا العملة من خلال تتبع هذا المراحل ولكن هنا نتحدث عن هذا البوست الذي تشاهده على الموقع الرسمي لباينانس حتى تفهم معي وحتى تعرف على هذه الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بعملها مثل ريتويت يعني في البوست التويتر يعني تضغط هنا ديستويت تقوم بعملها ريتويت فولوو باينانس وماب بوتوكول إلى غير ذلك يعني تقوم بإكمال يعني الكوز بالر لأسفل إلى غير ذلك يعني هذه هي من الأشياء بأجل أن تحصل على التوكن ديال المافيكو اللي مخصصها يعني تقريبا واحد جوشة المليون ديال العملة على هادناش بولا دا واللي كنا أتنعلي يعني هنا يكون أكثر من عشرة ألف دورات يعني مخصصة لجيبوي فهنا نأتي ونتحدث على أوكي كما تشاهد هذا في الصفحة الرئيسية التي تشاهدها لمنصة باينانس لهذا إخواني ركز معي جيدا كل هذه الأشياء هي مهمة المافيك بوتوكول هنا ستجد يعني جميع الأشياء التي تحتاجها بخصوص هذا الكوين فهنا كذلك العملة ديال المافيك اللي بخلاصة الناس يسأل عن مشروعها فتحدثنا عن المشكلة اللي غدت بغا أنها تعالجها أضف إلى ذلك على أن هذا المهم ديال المافيك يعني تجتمثل في القضاء على أوجه القصو في جميع يعني الأنحاء السوق وغباء وكذلك يعني تهدف إلى بناء واحد نظام مالي أكثر قابلية للتكوين ولا مركزية مع الشركة دياله فلو ذهبنا حتى إلى هنا فهذا هو البروغرام الخاص بهذا اليوم يعني هذا هو البروغرام الذي يخصص لهذا اليوم بخصوص أنه بتساسعة غيتم عمل يعني هذه كانت الشركات اللي كانت عملتها مع روكيت بول مع السوين مع ليدو مع The Origin Protocol يعني هذه كذلك غيتم عملها أو غيتم يعني عمل واحد اللقاءات ما بينهم فهذه كذلك التي تشتراها هي البروغرام ديال هذا اليوم فصراحة أنا أعتقد على أن هذه فرصة جيدة بخصوص الماربريك بروتوكول هناك كذلك الانتظار إلى أن يتم نشأ أو إطلاقها رسمي واللي غيتم كذلك الإدراج دياله في باينانس هذا غي أكثر بشكل كبير وأقولوها وأعيدوها العملة ضائب عليها فقط لا تستثمر فيها ضائب عليها سيكون هناك صعود قوي جدا لهذه العملة قم بالاستفادة من هذه الصعود وأخرج من العملة فهنا كذلك لو شاهدنا يعني هذا البوست هذا واللي تحدثنا فيها تحدثنا عليه البايحة بخصوص مبين 14 إلى 18 من هذا الشهر هذا يعني كان هناك يعني يعني إشعارات التي صارها هنا يعني كلها بخصوص هذا البروغرام اللي تم نشره يعني اليوم فصراحة هذا وكل شيء يعني ما يمكن أنه قدمه بخصوص العملة للمعلومة العملة حتى الآن ليست متداولة أي أنه لا يمكن التداول عليها في الوقت الحالي غير متاحة في البانككس وغير متاحة في اليونس وغير متاحة في أي منصة لهذا إحدى من صفحات ستجدوها صفحات كثيرة جداً تعطيك أو حتى تنشر يعني واحد الكونتراكت وستجد على أن هناك الكثير من يقع في ألفا أتمنى أن تكون قد استفتت معنا في هذه الحلقة لا تنسى أنك تشارك هذا الفيديو وتستعيد من أجل هذه الكوين التي إن شاء الله تكون عندها أرباح وأنا سعيد كوني أول عربي أتحدث عنها إن شاء الله هناك مزيد ما يمكن أن نقدمه في المتقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته